قال سمح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر كوبا 27 للمناخ إنه خلال ترأس مصر لمؤتمر الأطراف استطاعت مصر تحقيق إنجاز كبير في ملف الانتقال من الوعود ووضع القواعد والالتزامات للتنفيذ أضف شكري في كلمته خلال تسليم رئاسة مؤتمر المناخ إلى سلطان الجابر رئيس الدورة الحالية بالإمارات أن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار واعتماد برامج تخفيف الأضرار يعد إنجازا كبيرا حققه مؤتمر كوبا 27 تنفيذ لم لكن مجرد شعار وإنما طلب جاء في حينه للانتقال من وضع القواعد والالتزامات للتركيز الفعلي على التنفيذ الملموس للالتزامات على أرض الواقع وهي دعوة استجبنا لها معنا وذلك عن طريق إنشاء صندوق الخسائر والأضرار والبدء ببرنامج عمل الانتقال العدل والاتفاق على برنامج عمل التخفيف ولذلك أبدينا التزاما راسخا للنهوض بالعمل المناخي خلال هذا العقد ترجمة نانسي قنقر